والسلام عشرهم بياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم ما شهدناه وهو الثلاثاء الأسود ثلاثاء وقد الدشتور ثلاثاء الحكومة الهاربة والحكومة الغير موجودة والغير مسؤولة الحكومة اليوم اللي تصوت على البيبان على باب قاعة عبدالله السالم اللي تصوت على تمرير أنا سميها مو مزانية هذه الميزانية سرقة جديدة ستضاف على السرقات السابقة في تاريخ الكويت للأسف للأسف اليوم ما شهدناه من هذه المهزلة الدستورية من رئيس مجلس الأمة الذي واد الدستور والأسف أن رئيس مجلس الأمة استمر هذا الأمر واعتاده لأنه لا يؤمن بالدستور ورئيس الحكومة اليوم يصوت على باب القاعة باب قاعة عبدالله السالم الذي هرب منها ست شهور وبرغ عدم وجوده وجلوسه وحضورها الجلسات هو جلوس النواب واليوم تحضر الحكومة وبكل أسف تحضر بوجه قبيح وجه يريد لا يريد الخير الكويت بل يريد ضرب ووأد وكل ما تبقى من الحرية والديمقراطية بالكويت اليوم نقول لهم الكويت عصية عليكم والحرية موجودة والحريات ستبغى في الكويت أصبن عن الحكومة ورئيسها اليوم رئيس الحكومة منظرك وانت تصوت على باب القاعة والله يا رئيس الحكومة مخزي والله يا رئيس الحكومة أن رحيلك أصبح واجب وطني على كل نائب أمه اليوم أن يتحمل مسؤولياته السياسية والشعب الكويتي يراغب وسيحاسب الشعب الكويتي نوابه اليوم اليوم وؤد الدستور وضرب الدستور من الرئيسين لأنه يعرف الشعب الكويتي أن الأشهر اللي طافت لما كنا نتكلم كنواب أن الرئيسين ورحيلهم ماجب وانتقادنا من بعض الصحف الصفراء ومن بعض مرتزغتهم اليوم بات واضحاً للشعب الكويتي تحالفهم السيء والمشؤوم والذكرت قبل أن تحالفهم مصالحهم واليوم الميزانية هذه لن تكون مصحة الكويت كما ذكروا لكن اليوم الشعب الكويتي راغب والشعب الكويتي واعي وسيحاسب وأننا كنواب سنؤدي دورنا وسنؤدي مهامنا وسنؤدي واجبنا الوطني شاء من شاء وأبا من أبا لن نزل روسنا لأحد ولن نخاف من أحد وسنتكلم بما كل يملي على ضميرنا ولن نتراجع واليوم واليوم نتكلم بحرق على ما حصل في الجلسة اليوم الثلاثاء الأسود فعلاً جلسة بكل ما تعنيه الكلمة مسرحية هزلية من الحكومة ورئيس المجلس والحكومة التي تتباكى الأشهر والإطافة اليوم تجلس مع النواب في المقاعدة